أسباب عصبية الأطفال خليني النهاردة يعني أتعمق مع حضراتكم في أسباب عصبية الأطفال والحلقة اللي جاية أقول لحضراتكم علاج العصبية عند الأطفال لأنه إذا عرف السبب بطل العجب في العصبية عند الأطفال موضوع ربما يتم يعني الخلط بينه وبين العدوان فرط الحركة الاكتئاب القلق الخوف يعني الطفل المدلل المهم إنه يعني علشان بس نعرف مسألة عصبية الأطفال دي اللي ممكن تستمر مع الطفل وتخليه طفل عصبي فيستمر يبقى مراهق عصبي ثم يبقى يعني بعد كده شاب عصبي موظف عصبي مدير عصبي زوج عصبي ويخلف لنا أولاد عصبيين وهكذا سلسال العصبية يستمر في الأجيال فلما يكون النهاردة طفل عصبي نعرف الأسباب بشكل جيد جدا علشان نقدر نعالج الأسباب دي لأنه ممكن حضراتكم تكونوا السبب في العصبية عند الطفل لأنه يعني قل لما أنت أخل لك من ابنك قل لما أسلوبك تربية توقع من ساكن ابنك يعني لما حد يجي يقول لي يا دكتور الولد عنده كذا وكذا وكاوله لو الولد تربى بيت تاني مع أب و أم تانيين بعلاقة زوجية تانية كان ممكن يطلع سلوك تاني طبعا كان ممكن يطلع واحد تاني يعني إذن هذه بضاعاتنا ردت إلينا يعني اللي إحنا طبيعة البيت ده نعكست على الولد فبالتالي طلع عنده سلوك معين أغلب المشكلات السلوكية بالنسبة لأطفال سلوكات مكتسبة مكتسبة من الوالدين مكتسبة من البيئة وهنا البشرة أي سلوك مكتسب يمكن إلغائه فهذه حاجة كويسة طالما مكتسب نفس يعني أساليب اكتسابه وممكن تبهي نفس أساليب يعني إطفاءه بلغة السلوكية يعني إزاي أن نقط في هذا السلوك وإزاي أن أتغلب عليه يعني فيه كتير جدا من الإماءات أو النظرات أو السلوكيات أو المشكلات اللي بيقوم بها الطفل بيبقى قصد أن يوصل رسالة ما إلى الأب وإلى الأم والعصبية هنا برضو رسالة رسالة قصد الطفل يوصل بيها يعني أفكار مشاعر صراعات داخلية المهم من العصبية زي كتير من المشكلات ما هي إلا رسالة بيوجهها الطفل للوالدين أو للأجداد أو لمن يهمها الأمر لمن حواليه لكل اللي حواليه علشان يعني يفهموا يعني عنوان الرسالة ويشوفوا مضمونها وفحواها وبعدين يبدأوا يعني يعالجوا المشكلة زي كل المشكلات أكيد الطفل يعني عارف أنت البركان بيبقى فيه سطح البركان وبقى فيه أعمق البركان يعني فبيبقى فيه أعمق للمسألة هو مجرد أنه بيخرج بعض يعني إيه النار خاصة بالعصبية ده جزء من البركان عشان بس إيه نشوف إيه الموضوع يعني وفي نفس الوقت زي ظاهرة جبل الجليد يعني بتلاقي في 25% من الجليد فوق المية لكن 75% أغوار تحت المية فبالتالي المشكلات السلوكية كلها بتخرج جزء منها بهذا الشكل على السطح علشان حضراتكم كأب و أم يعني تنظروا نظرة عميقة بهذا الشكل علشان نشوف السبب إيه ونتغلب على المشكلة لكن المطمئن أنه كل طفل لديه قابلية للتعديل والتغيير وده جزء من قوانين تعديل السلوك أن الطفل عنده قابلية لتعديل إيه السلوك والتغيير أن الطفل تمنى أن يكون محبوبا ولكنه لا يعرف كيف يصل إلى هذا الحب أن الطفل يتمنى أن يكون متقبلا ومقدرا وناجحا وسعيدا ولكنه لا يعرف طريق الوصول إلى هذه الأشياء يعني ما فيش طفل يتمنى أنه حد يكرهه بعناده أو حد يضايق منه من خلال فرط حركته أو حد مثلا يبقى ما بيكلموش علشان عصبيته إطلاقا كل طفل يتمنى داخليا أنه يكون محبوب ومتقبل ومقدر وناجح وسعيد فبالتالي وكأن برضو العصبية رسالة علشان يعني نزيل أسباب العصبية ويصل إلى هذا الهدف النهائي أن يكون محبوب ومتقبل بهذا الشكل يعني زي ما قلت أحيانا نحن من نصنع الطفل العصبي بشخصياتنا كأب وأم يعني وممكن بطبيعة علاقتنا الزوجية وممكن بأسلوبنا التربية وممكن بأسلوب تعديلنا لسلوكه في أسلوب التربية وابتداءا وانتهاءا بعنده مشكلة بقى نيجي نحلها نقوم نكالكعها ونعقدها زي بكرت أو شلت الخيط كده بدل ما نمسك أطرافها ونحلها لا بتمسكها بعصبية كمان كأب وأم فتزيدوا المشكلة مشكلة وتزيد العصبية عصبية يعني طيب ترجمة نانسي قنقر